شفنا والله صراحة يعني إذا بتكلم يعني صراحة ضاق صدري أنه المنتخب السعودي للشباب ما جدد مع المحمدي يعني محمدي في مباراتين أثبت أنه كفاءة فنية أنا صراحة من الناس اللي استغربت أنه ما تم التجديد معه خاصة أنه حقق بطولة العرب أظن مرتين واحدة في مصر واحدة في أبهى وكان هو مدرب منتخب الشباب فيها ومع كذا تم ما تم التجديد معه وتم إحضار مدرب أجنبي اليوم نشوف صراحة محمدي قاعد يقدم أداء مال حزم يعني يثبت كفاءته الفنية يعني اللي خسرتها المنتخباتنا في الفئات السنية نادي الحزم أشوف أنه قرار الاستعانة بصالح قرار متأخر جدا مهمة انتحارية للنادي في البقاء في دور المحترفين يعتمد على نتاج الفرق الأخرى بنسبة كبيرة كلامه براكان نفس الشيء أنه ممكن الشغل للسنة القادمة بالنسبة للكبتن صالح مع نادي الحزم كانت الدافعية عندهم أكبر نادي الوحدة واضح أساسا أنه داخل المبارات وهو ضامنها فجأت الطرد زاد التراخي عند لعبة الوحدة أكثر وأكثر لو نشوف الوحدة تقريبا من بداية الدور الثاني لما شاف نفسه في وسط الترتيب أو في المناطق الدافعة كما يطلق عليها نشوف الفريق ما هو قاعد يؤدي الأداء مبارات فيها عليها تسليط ضوء إعلامي أو جماهيري أو مع الفرق الجماهيرية سيلعب وسيؤدي كل ما عنده مبارات عادية من الفرق اللي ما عليها أي تغطية إعلامية كبيرة مثل هذا تجده يقدم مستويات كوارثية أخشى ما أخشى هو عنده 32 نقطة مع الصحوة الكبيرة للرياض والخدود أبها الفرق هذه قريبة الآن 26 27 كلهم قريبين من 32 بقي خمس جولات قد يجد نفسه الوحدة في نهاية المطاف مطالب بثلاث أربع نقطة لضمان البقاء لا نتمنى شيء هذا الوحدة ولكن هذه يجب رسالة لإدارة الوحدة أنه من بداية الموسم إلى نهاية الموسم يجب أن تكون نفس الدافعية اللعب للكيان الحماس كل مباراتنا لعبها بنفس الجدية سراحة شيء طبعا متناسين طبعا التصاليح الكوارثية اللي قاعد بين كل فترة وفترة يقولها المدرب الفريق فأتمنى أتمنى موسم أفضل السنة القادمة للوحدة وعمل إداري يكون مميز بإذن الله فاصل قصير بعده نعود ترجمة نانسي قنقر